الليلة عندما نتكلم عليه هو تعيين الولاة في خطوة انتظرها الجميع جاء تعيين الولاة المدنيين مخيبا للامال والذي يعتبر تعيينهم احدى استحقاقات ثورة ديسمبر وواحدة من المطالب الرئيسية التي طالما خرج المتظاهرون في مختلف الولايات السودانية منادين بضرورة تحقيق ذلك ورغم هذه الخطوة التي يحل بمجابها الولاة المدنيون محل العسكريين الذين كانوا يديرون شؤون الولايات منذ العام الماضي الا ان الكثير من التساؤلات طرحت بهذا الصدد حيث يعد تعيينهم على الولايات الاول من نوعه منذ سقوط النظام السابق في ابريل من العام الماضي اذ كلف المجلس العسكري الولاة العسكريين بتسير دولاب العمل طوال تلك الفترة فقد اعتبر حمدوك في مؤتمره الصحفي عقب اعلانه اسماء الولاة الجدد ان تعيين الولاة المدنيين هو المدخل الصحيح لبداية التغيير في الولايات مشيرا الى ان عملية اختيار الولاة جاءت بعد مخاض عسير لكن وفق مراقبين فقد احدثت هذه الخطوة عددا من الانتقادات جاءت في مقدمتها ما اعلنه المجلس الاعلى لقبيلة البيجا في رفضه القاطع لقرار حمدوك تعيين وال على كسل والقضارف وعدم اعترافه باي قرار مركزي يتعلق بحكم الاقليم وادارته دون توافق حولهما وقرر المجلس التصعيد الثوري في كل المحليات واغلاق مناطق البيجا في وجه الخرطوم واطلاق المواكب والمسيرات السلمية كما اعلن حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي رفضه قائمة الولاة وطالب اعضاءه الستة بالانسحاب من المصفوفة وانه تفاجأ باختيار الولاة من الحزب يذكر ان ولاية الخرطوم شهدت صباح اليوم اغلاق عدد من الطرق المؤدية الى وسط العاصمة تحسبا لحدوث تظاهرات ويأتي هذا الرفض المتزايد لتعين الولاة بعدما وصف حمدوك اعلانه بمثابة بداية التغيير الاول في الولايات فهل سنشهد تصعيدا ثوريا رافضا لهذا القرار رافضا لهذا القرار بداية التغيير رافضا لهذا القرار رافضا لهذا قرار